السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم متابعين في كل مكان ومكملين مع بعض concept 1.1 هنذكر مع بعض lessons 4, 5 and 6 هنخلص النهاردة مع بعض باقي الconcept لكن قبل ما نبدأ برجاء تعملوا لايك للفيديو لو أول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش الاشتراك في القناة يلا مع بعض نبدأ هنبدأ مع بعض بأكتيفتي نمبر 9 بعنوان comparing plant and animal cells هنقارم ما بين خلية نباتية والخلية الحيوانية لكن تعالوا معايا في الأول هنا بيقول put true or false نمبر 1 the animal cell is surrounding by a cell wall الخلية الحيوانية بيقولك إن هي محاطة بالcell wall هقوله إجابة false لإن إحنا قلنا إن هي محاطة بcell membrane نمبر 2 there are common parts between animal cell and plant cell في أجزاء متشابهة ما بين animal cell والplant cell هقوله آ إجابة true زي ما شرحنا كده الحلقة السابقة وشوفنا مع بعض common parts الأجزاء المشتركة between them تعالوا معايا نشوف اللي بعده تعالوا نشوف مع بعض في الأكتيفتي ده we are going to compare between the animal cell and the plant cell في الدرس ده النهاردة أو في النشاط ده هنعمل كده comparing مقارن ما بين الاثنين ما بين الانمال cell وما بين عندنا plant cell تعالوا هنا بيقول let's see some parts that are found in the plant cell only هنشوف دلوقتي الأجزاء أو يعني اللي بتكون موجودة فين في plant cell only في plant cell بس دي عندنا لقدامكم اسمها plant cell دي اسمها ايه plant cell أكيد طبعا شايفين عندنا plant cell دي فيها ايه تمام عندنا plant cell لاحظتم معايا منبرد فيها ايه ها اللي قلنا عليه قبل كده في الحلقات السابقة قلنا ده اسمه ايه شايفين معايا اهو ده اللي منبرد اسمه ايه اسمه طيب ده تعالوا نتكلم عنه كده بالتفصيل اول حاجة يبقى احنا عندنا ده بتكون من ايه بتكون عندنا من بتكون من ايه من اللي هو ايه السلولوز ات ايز اه ريجد ات ايز اه ريجد يعني هو بيكون صلب بيكون ايه صلب السلول ده اللي منبرده بيكون ايه بيكون عندنا ريجد او يعني بيكون هارد يبقى بيكون ايه ريجد او يعني هارد المادة الصلبضية الخارجية ما لها بتكون محاطة بتكون محاطة بالغشاء بتاع الخلية الغشاء الخلوي احنا قلنا عندنا في بلانتصل في الخلية النباتية قلنا منبرة بيكون فيها ايه منبرة بيكون فيها سلول اللي هو منبرة ده وبعدين عندنا بيكون في بيكون في ايه في سلول مبرة فبالتالي عندنا سلول ده بيكون محاط بايه محاط بسل مبرة بيكون ايه محاط عندنا بسل مبرة يبقى اول حاجة وبعدين هو اصلا بيكون عندنا محاط بسل مبرة وعندنا الفنكشن بتاعته طبعا دي مهمة ان هو ايه هو محاط بالخلية النباتية عشان تديها شكل محدد ليها ايه فعندنا لو رحزتوا معي لها شكل محدد زي ما شايفين قدامكم كده عكس الانمون سل حناخدها في البرج اللي بعدها شكلها عندنا نط ما لهاش شكل محدد ليه علشان ما فيهاش سلول لكن دي فيها سلول عشان كده هي ليها ايه ليها شكل محدد فعندنا سلول ده الفنكشن بتاعته ان هو ايه ان هو محاط بالخلية النباتية عشان يديها شكل محدد طيب ايه تاني فيها عندنا بلانت سل فيها حاجة اسمها ساب فاكيول ساب فاكيول يعني ايه ساب فاكيول معناها الفجوة العصارية شايفين معايا كده وضحها لكم اهي عندنا الكبيرة دي خلص اهي دي اسمها ايه ساب فاكيول يعني الفجوة العصارية من حزنها قد ايه عندنا كبيرة it is a large sack like organelle ده عضية تشبه الاكياس يبقى عندنا it is a large sack like organelle هي عضية بتشبه ايه عضية كبيرة بتشبه الاكياس شايفين معايا كولي دي كده اسمها ايه اسمها ساب فاكيول ساب فاكيول ساب فاكيول تمام دي اسمها ايه ساب فاكيول ايه تاني عندنا the plant سل has only one special big فاكيول called ساب فاكيول اللي بلانت صل دي شايفينها معايا ال بلانت صل دي بيكون بس فيها ايه only one only one فيها ايه only one special بيج فاكيول ركزوا معايا احنا بنتكلم عن بلانت صل عشان بعد كده هنتكلم عن الانمول صل مختلفة شوية ال بلانت صل اللي فيها ايه فيها only one فاكيول ساب فاكيول عندها كام واحدة only one اسمها ايه اسمها ساب فاكيول الكبيرة دي طيب الفاكيشن بتاعتها بتخزن 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 العناصر الغذائية والمية والفضلات قوة يبقى عندنا بتعمل ايه بتعمل بتخزن بتخزن جوة عندنا تمام ودي مهمة طبعا كل الحاجات اللي بتكلم عنها دلوقتي مهمة اتكلم عن اللي هي دي اللي قدامكم شايفين معايا اهي اهي عندنا الخضرة دي اسمها ايه اسمها هي عندنا عضيات تشبه ايه الاكياس دي كلها اسمها ما احنا قلنا كل الحاجات دي اسمها ايه اسمها دي بتكون موجودة عندنا في الصلة في الخلايا تمام عندنا دي بيقول ان هي تشبه يعني تشبه الاكياس تشبه ايه عندنا الاكياس طيب بعدين بيقول ايه يعني هي بتحتوي على ايه يعني بتحتوي على حبيبات بتكون ايه صغيرة خضراء شايفين معايا هي عندنا بتحتوي على ايه بتحتوي على يعني حبيبات خضراء بتكون صغيرة جدا الحبيبات دي لونها ايه لونها جرين لونها ايه لونها جرين طيب من غير ما نشقوف كده عندنا هي ايه لونها جرين لانها بتحتوي على يعني بتحتوي على صبغة لون يعني اسمه ايه اسمه 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 عشان كده عندنا بتاعت البلانت بيكون لونها جرين بيكون لونها ايه بيكون لونها عندنا الكار بتاعها بيكون جرين ليه لان هي عندنا بتحتوي على تحتوي على تحتوي على ايه اسمها ايه اسمها تحتوي على صبغة الصبغة دي لونها جرين لونها اخضر اسمها ايه اسمها تعالوا نشوف بتاعتها هي عندنا ايه عندها ما احنا قلنا قلنا ايه قلنا الكلوروفيل ده بيعمل بيمتص مين بيمتص اللي جاي من فين عندنا من الشمس للنبات علشان تعمل العملية البناء الضوئي وتجهز الطعام بنفسها يبقى مرة تانية عندنا بتاعت ان هي بتعمل عشان تنتص الطاقة من ضوء الشمس للنبات عشان تعمل غذائها اثناء البناء الضوئي تمام يبقى شوفنا مع بعض كده عندنا بلانتص فيها ايه فيها عندنا فيها تمام هي فيها الحاجات دي لا هي بس بتتميز بالحاجات دي لكن دلوقتي هنتكلم عن انامال صل انامال صل هنا بيقول انامال صل انامال صل عندنا انامال صل عندها ايه عندها مني عندها كتير خالص عندها كتير من ايه من الفجوات احنا قلنا في البلانتصل عندها عصارية كبيرة وشفنا حجمها قد ايه اما في عنده بس اسمها اسمها ايه يعني عنده فجوات شايفين من القطب لون القبيض دي المدورة دي دي اسمها اسمها ايه يبقى عندنا الانيمال صل دي عندها ايه عندها مني ان سمول مني ان سمول عكس البلانت البلانتة عندها وان وكمان بيج تمام تعالين شو بتعمل ايه زي هي برضو بتخزن عناصر الغذائية والمية والفضلات جوه الانيمال صل يبقى الفانكشان واحدة طيب بعدين بيقول اه ما احنا عارفين ان الانيمال صل عندها من برا لا ما عندهاش هنا عندنا عشان كده ما عندهاش هي ما عندهاش ايه هقول له ما عندهاش سل وول من برا فبالتالي هي ما عندهاش وسؤال ده مهم ممكن يجي في جيف ريزون فور حيوانات عندها برضو تركيبات تانية عشان يعني تجعل شكلها او تحافظ على الشكل بتاعها عندها ايه عندها بعض الحيوانات عندها ايه عندها بونز عندها ازام زي مين عندنا زي كات زي داكز زي بيرد وغيرها عندنا من الانيمال الجزل بيكون عندها بونز عندها عظام في جسمها فالعظام اللي في جسمها ده بيجعلها يعني ان هي بتحفظ شكلها عشان عندها ايه عندها بونز بس كده لا دا عندنا كمان يعني ايه معناها صدفة هيكل خارجي. يبقى عندنا بعض الحيوانات عندها صدفة قطاعي يشبه الصدفة. اسمه يعني هيكل خارجي. ده بيعطيها ايه? بيديها يعني شكل يعني زي بعض الحشرات. يبقى زي مين? مين اللي بيكون عندها عند زي مين? زي الحشرات. بيكون عندها هيكل خارجي. اما بون زي كات زي بيرد وهكذا. تعالوا هنا بيقول تعالوا نقارن ما بين عندنا الانيمالصل و بلانتصل. هنا بيقول تعالوا كده معايا نشوف. شايفين معايا الجزء اللي في النص ده عشان طبعا الحاجات دي مهمة. الجزء اللي في النص المربعات دي. دي الحاجات اللي موجودة هنا وموجودة هنا. مرة تانية. الحاجات ديت اللي هتكلم معنا دلوقتي. دي موجودة هنا وموجودة هنا. دي المشتركة ما بينهم هما الاتنين. اما الحاجات اللي هنا دي دي بس موجودة في البلانتصل. والهنا عندنا اللي موجود هنا عندنا دي بس موجودة في الانيمالصل. تمام? تمام. تعالوا نبدأ هنا عندنا اول حاجة بالهم ما بينهم هما الاتنين. الاتنين فيهم صل من برين. صح? احنا قلنا قبل كده. هما الاتنين فيهم صل من برين. بس ده من جوة وده عندنا ده وده عندنا في هنا عندنا جولجي ابرادس يعني جهاز جولجي شايفينه معي اهو موجود فيهم هما الاتنين اسمه ايه جولجي ابرادس طيب هنا عندنا موجودة في الاتنين اهي وعندنا اهي يبقى عندنا هما الاتنين فيهم ايه فيهم طيب سايتو بلازم برضو طبعا موجود في الاتنين. اللي من جوة ده عندنا هو ده اسمه ايه? بعدين عندنا شايفينها معي? اهي. دي اسمها عاملة زي الشبكة كده. تمام? واهي موجودة هنا كمان. اسمها وفي عندنا عندنا اللي هي دي. شايفينها معي? اهي. وموجودة هنا كمان. دي بقى دي الحاجات الموجودة هنا وموجودة هنا. طيب اما عندنا دي اللي هي قلنا فيها قلنا فيها ايه? قلنا فيها لكن دي ما فيهاش. هنا عندنا فيه في بلاستيدات خضراء. هنا فيه? لا ما فيش. ما ده عندنا دي يعني عندها تعمل دي عندنا يعني بتكون مع متل بناء الضوئي وكمان عندها ايه? ودي عندنا بتعمل تمام? لكن هنا عندنا طبعا العكس فبالتالي ما عندهاش. دي معناها عندها فجوة فجوة اثارية كبيرة جدا. وطبعا هي بس ايه? اما عندنا دي عندها ايه? عندها عندها فجوات. زي ما شوفين معايا كده. تمام? طيب. بعد كده جايب كل كل الاعضاء. وجايب البلانت صل وجايب الانيمال صل. فانا هكراها سريعا. هي طبعا شرح الجزئين اللي قلتها دلوقتي. عندنا هنا بيقول اه في البلانت صل يعني الشكل بتاعها او بيقول ان هي هي عندنا الوحدة الاساسية لجسم النبات اما عندنا الوحدة الاساسية لبناء جسم الحيوان موجود في الاتنين في الاتنين موجود موجودة في الاتنين موجودة في الاتنين موجودة برضو في الاتنين موجودة برضو هنا جاي يعني موجودة في الاتنين وهنا عندنا اللي هي الفجوة الفجوة ديت طبعا هنا بيقول لك هنا في واحدة كبيرة فجوة عصرية كبيرة لكن هنا عندنا عنده فجوات صغيرة دم i. هنا طبعا منجودة لكن هنا طبعا يعني مش منجودة. هنا هنا موجودة طبعا موجودة. اما هنا يعني مش منجودة. ده الكلام اللي انا شرحتوا. هنا عندنا اللي هي العضيات الخلية زي ايه? عندنا يذي يقولك زي زي عندنا عندنا زي عندنا كمان زي آآ كل الحاجات دي بقول عليها يعني عضيات الخلية يعني الحاجات اللي بتكون موجودة في الخلية طبعا احنا عرفين الكلام ده طيب بيقول لك هنا اعتي سبب ليه ليه الحيوانات ما بتقدرش ان هي تعمل الطعام بتاعها ليه هقول لان الخلايا بتاعتها ما فيهاش المين اللي فيه عن النباتات الصلز بتاعتها فيها عشان هي دي المسؤولة عن ان هي تقوم بالعملية البناء الضوئي فبالتالي بتقدر تعمل اما الانيمال لا ما عندهاش اصلا فبالتالي ما بتقدرش الخلية الحيوانية ما عندهاش شكل محدد يا ترى ليه والسؤال ده مهم جدا جدا هقول لك لانها ما عندهاش شكل محدد يا ترى ليه الخلايا النباتية والحيوانية عندها نفس او العديد من نفس العضيات يعني فيها العضيات الموجودة هنا موجودة هنا يا ترى ليه يعني بتشتغل بشكل متشابه للخلية النباتية هما الاتنين بيشتغلوا برضو موجودة في مش كلهم بس الحاجات اللي فيها المتشابهين هما الاتنين اللي موجود هنا برضو موجود هنا فلي بتعمل الوظائف اللي بتكون بها هنا برضو نفسها هي اللي بتكون بها هنا ليه بتعمل كده بتعمل ايه بتدي الخلية بالاحتياجات او بتزود الخلية بالاحتياجات اللي هي عوزاها. هما الاتنين بيكون فيهم ايه? بيكون فيهم هما الاتنين. يبقى دي نمبر وام. عندها ايه? عندها سهب. يبقى دي نمبر تو. الخليل الحوانية مع انتهاش. بعد كده معي هنا في بعنوان التخطيط يعني لمدينة الخلية. في اللي فات بيقولك انك انت تعلمت في تعلمنا في اجزاء مختلفة للخلية. وشفنا كل خلية وشفنا مع بعض بتاعت كل موجود في الصل. موجود في الخلية. دلوقتي احنا مع بعض هنشوف الخلية كنظام زي ما الخلية فيها فيها عضيات وكل اللي بيكون ليه بيكون ليه وظيفة. احنا هنشوف مع بعض برضو المدينة اللي احنا عايشين فيها برضو. فيها حاجة تشبه الصل. تشبه الخلية اللي موجودة فيها بالضبط. ان سيتي دي بيكون ليها ايه? بيكون ليها مباني مختلفة. وكمان عندنا تركيب. علشان تقوم او تنفذ يعني الاحتياجات او الوظائف اللي محتاجها المدينة. يعني ايه? احنا اي مدينة اي مدينة احنا عايشين فيها. بنحتاج ايه? هتقول لي محتاجين مدرسة يا ميس. هقول لك تمام. محتاج ايه كمان? هتقول لي محتاجين مستشرة. تمام. هتقول لي محتاجين بريد. هتقول لي محتاجين مصانع. محتاجين منازل. صح? كل الحاجات دي والمواصلات والحاجات دي الموجودة في المدينة كلها هو دلوقتي بشبهها لك بالصل. بشبهها لك بالخلية. طيب تعلموا بعض نشوف زي ايه? تقول هنا اني عندنا ده اللي هي تركيب الخلية وعندنا سيتي ستراكشور. عندنا سيل ستراكشور. وعندنا سيتي ستراكشور. ده المبنى بتاع المدينة. وده عندنا المبنى بتاع الخلية او تركيب الخلية. فهما الاتنين بيقول لك بيشبهوا بعض. في سل ستراكشور عندنا في حاجة اسمها صح اللي هي النواة. النواة ديت في سل ستراكشور هي نفسها سيتي هول. يعني ايه سيتي هول? يعني مجلس ادارة المدينة. هو عندنا المسؤول. احنا عارفين ان دي هي اللي بتعمل في اللي موجودة في الصل. صح يتحكم في الانشطة اللي موجودة في الصل. نفس الشيء عندنا هنا مجلس ادارة المدينة. هو عندنا في سيتي هول. هو برضو المسؤول بيتحكم عن كل حاجة في المدينة. وهو اللي بيدير المدينة. طيب هنا عندنا سل ممبرين سل ممبرين هو الغشاء الخلوي. مين عنده او مين بيكون بنفس عندنا الجاب او بيكون عندنا في عندنا اللي هي يعني مين عندنا اللي هو الحارس او البواب يعني. صح? الحارس بتاع البوابة هو اللي بيكون واقف برا البوابة المدينة. صح? فهو عندنا ده نفس الوظيفة بتاعة سل ممبرين عشان يتحكم في الحاجات الدخلة ويتطلع من عندنا من المبنى. طيب هنا عندنا هي اللي عندنا بيقوم بنفس الوظيفة زي بيها اللي هي محطة توليد الكهرباء. هيا دي عندنا اللي بيقوم بيها. دي اللي بتمد الخلية بالطاقة صح? واحنا برضو عارفين ان هو اللي بمدنا برضو بالكهرباء يعني بيدينا طاقة ليه الكهرباء علشان تشتغل صح? بنفس فكرة يعني عندنا 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 الشبكة الاندوبلازمية عندنا اللي هما عمان للبناء. برضو عندنا الاندوبلازمية هنا بتعيد الخلايا او بتصلحها. وعندنا برضو هما برضو اللي بيصلحوا وبيبنوا. وطبعا نفس الوظيفة. طب عندنا وهنا عندنا اللي بيقابلها هنا عندنا اللي هو مكتب البريد. طب بيعمل ايه? بيساعد فيه تغليف ونقل الموال. تمام? اللي هو ايه? اللي هو مكتب البريد. مش مكتب البريد ده بيبعد كده الطرود وبيبعد كده كل الحاجات. هو نفس الشيء برضو. وبينقل المواد المختلفة. طب عندنا هنا الفجوة العسرية. زي مين عندنا هنا زي? ستور هاوس. ستور هاوس. يعني ايه ستور هاوس? هي عاملة زي المخزن. اللي بتخزن فيه المية والعناصر الغذائية. وعندنا ستور هاوس هو برضو المخزن اللي احنا بنخزن فيه كل حاجة عليها علاقة بالمدينة. عندنا السل والجدار الخلية. عندنا ده زي ازتون وال ساراوندنج زي سيتي. عبارة عن السل ده اللي بيكون محاط في المدينة. نفس الفكرة. عندنا دي بتكون طبعا موجودة في النباتات بس. هي دي بتمسكينا هنا فوج فاكتوري. اللي هو المصنع الطعام اللي بيكون عندنا في سيتي المدينة. بناء يعني مدينة زي الخلية. دلوقتي عاوز ان كنت تعمل برضو مبنى زي اللي كان موجود في الصورة دي. لكن بتكلم عن او بيوضح يعني بلانت سل وانيمال سل. بلانت تصلي فيها ايه? وعندنا البلان تصلي فيها ايه? فهنا بيقول هتعمل ايه? يعني تراجع الخطة بتاعتك دي. هتبدأ تشوف عندنا زي ما انت عملت هنا وكده وضحت ان كل واحدة منهم دول بتوضح ايه? نفس الشيء هتعملو برضو في الانيمال سل في الخلية الحيوانية. ده عندنا يعني ده نشاط. يعني جهز المواد بتاعتك عشان تعمل المودلز. وبيلد امودل فور زا بلانت سل. ويعني ايه بيقول لك انا اعمل نموذج بلانت سل. وواحد تاني زيه لالانيمال سل. وبعد كده قارن ما بينهم. تعالوا شوف كده في النهاية بيقول ايه? يعني في تركبين ان بلانت سل. مش موجود في الانيمال سل. قلنا زي عندنا ايه? زي ستون وال. زي ستون وال. اللي هو الحيطة او الصور او الجدار المنبردة اللي بيكون محمدينة. ده بيمثل لنا عندنا سل وال في لكن الانيمال سل دي لحفتم معي هنا ما فيهاش عندنا هنا اصلا سل وال. تمام? هنا عندنا احنا في البلانت رسمنا اللي هو الجدار او الحيطة دي او الصور ده اللي منبرة. علشان ده بيمثلي في البلانت سل بيمثلي اللي هو سل وال. لكن الانيمال سل هو هنا ما عملش الصور اللي منبرة ده اللي هو ستون وال. هو ما عملهوش عشان احنا اصلا في الانيمال سل ما فيهاش اصلا سل وال. فبالتالي هو ما عملهوش. طيب زافوج فاكتوري مصنع الطعام هو عندنا كلوروبلاستس. فبالتالي هو هنا برضو ما عملش فوج فاكتوري ما عملش المصنع علشان هنا ما فيش عندنا اصل كلوروبلاستس. تمام? طيب تعالوا نشوف اللي بعده. معي هنا. طبعا ده انا ما بشرحوش. زي ما قلت بيكون نشاط يعني مع اللي تشار فيه الكلاس. تعالوا معي هنا في سرتين. بتكلم عنه بيقول كاريورز ان صال بايولوجي. يعني ايه صال بايولوجي معناها علماء الخلية والحياة المهنية بتاعتهم. تعالوا نشوف مع بعض عندنا اول حاجة هنا الكلمات عشان الكلمات دي مهمة. طيب هنا بيقول عندي. معناها قطر. معناها تجارب. هنا عندنا يعني متغيرات. عندنا صبغات معناها ستينز. ستينز او ضايز. ستين او ضايز. يعني ايه? يعني صبغة. عندنا ليرز. ليرز. ليرز طبقات. هنا سل بايولوجيز. سل بايولوجيزز. سل بايولوجيز. معناها علماء الخلية. هنا لابوراتورز. 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 معناها اللي هي المعامل. عندنا here respond. 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 معناها يستجيب. انالايز. 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 معناها يحلل. هنا ريسيرتشرز. ريسيرتشرز. ريسارتشرز. باحثين اجريكولоме أجريكولتشر اجريكولتشر معناها زراعة وهنا عندنا تشيك. تشيك تشيك معناه ايه deploy tchi? اللي هو الخد. اللي هو خد глазك يعني. تمام? تعالوا معايا هنا. نبدأ نشوف كده. حاجة هنا بيقول هما عبارة عن العلماء. اللي بيدرسه الخلايا اسمهم سل بايلوجستيس. اسمهم ايه? سل بايلوجستيس. سل بايلوجستيس. دول ساينتيستيس هو ستادي سلز. اوكي? سلز ار فيري طايني. الخلايا صغيرة جدا. ويرز ضايم ميدر. حيث ضايم ميدر بتاعة الانيمول سل حوالي قد ايه? وان ساوزان صاني ميدر. يبقى عندنا سلز بتكون فيري طايني. ويرز ضايم ميدر. القطر بتاع السلز بيكون حوالي كان بتاعة الانيمول سل بيكون وان ساوزان ساني ميدر. تمام? ده طول القطر بتاعها. نكلم عن مين? عن سل بايلوجستيس. سل بايلوجستيس. علماء الخلية. وقلنا دول اللي هم ساينتيستيس هو ستادي سلز. دول العلماء اللي بيدرسوا الخلية. صح? يبقى عندنا سل بايلوجستيس. دول الساينتيستيس العلماء اللي هم ستادي سلز اللي بيدرسوا الخلايا. طيب ما لهم دول? زي يوز مايكروسكوب. بيستخدموا المايكروسكوب. طيب بيعملوا ليه? او بيستخدموا ليه المايكروسكوب? تو ماجنيفاي سلز. تو ماجنيفاي سلز. علشان نكبر الخلايا. سو زي سيم لارجر. علشان تبدو اكبر. يبقى عندنا السل بايلوجستيس دول بيستخدموا المايكروسكوب. ليه? علشان يعملوا ماجنيفاي. يكبروا السلز. علشان يشوفوا الخلية بشكل كويس او سيم لارجر. يبدو ان هي بشكل اكبر. دول بيعملوا دول بيشتغلوا فين في يعني بيشتغلوا في معامل. وبيعملوا يعني بيعملوا تجارب. علشان يدرسوا عشان يدرسوا ازاي الخلايا بتشتغل. ما هم علماء خلية. يبقى اكيد هيدرسوا يعني السلز ازاي بتشتغل. ازاي الخلايا بتشتغل جوه الكائنات الحية. وازاي الخلايا بتستجيب لتغيرات مختلفة. يعني لما بيحصل للخلية اي تغيرات او بيضيفوا لها اي حاجة ازاي السلز دي بتقدر ان هي تستجيب لالفيراولز او اللي حصلت لها او دخلت عليها هي ازاي بتستجيب لها. بيعملوا ايه كمان زي بيحللوا كمان البيانات وكمان بيحضروا النتائج. هم كمان بعد ما بيخلصوا كده ويفحصوا العينة اللي معاهم يحطوا عليها التغيرات بتاعتها ويشوفوها استجابت ليه. هم بعد كده خلاص بيبدأوا يعملوا بيحللوا الحاجات اللي هم شافوها تحت وبعدين بيجيبوا ايه بيحضروا كده النتائج والملاحظات بيكتبوها عن الحاجات اللي هو اللي هم شافوها يعني تحت الماكروسكوب للباحثين آآ للباحثين تمام? عندنا بعض العلماء الخلية دول بيشتغلوا مع مين بيشتغلوا مع 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 الأطباء؟ أكيد طبعا العلماء دول لازم يشتغلوا مع الأطباء علشان هم اللي هيعرفوا الأطباء السيلز دي بيكون فيها ايه؟ الخلايا بيكون فيها ايه؟ مع الأطباء دي مش شغلتهم شغلتهم ان هم بيكشفوا عليك لكن ان هم يشوفوا السيلز ويعرفوا الخلايا ويفحصوها وطلعوا النتائج مش اختصاصهم. هم بالاختصاص مين? اختصاص اللي هم علماء الخلايا. تمام؟ يبقى عندنا دول بيشتغلوا مع مين؟ بيشتغلوا مع الدكتورز مع الأطباء. قلنا ليه؟ عشان يستطادي ازاي الخلايا بتقدر تعمل بيقول لك هنا علشان تصلح يعني هنا بيقول لك اجزاء الجسم. وازاي الخلايا بتستجيب للأدوية المختلفة. لما الطبيب لما بيكتب لك اه بيكتب لك ميديسن بيكتب لك دور فبالتالي بعد فترة بيطلب منك تعمل تحاليل تانية. لما انت بتروح تعمل تحاليل عند علماء الخلايا. هما بيدوك طبعا تقرير. مش بيدوك هما كده تقرير. ويقول لك الخلايا بتاعتك فيها ايه وفيها ايه وفيها ايه وفيها ايه وقرصة الدم الحمراء وقرصة الدم البيضاء. وهكذا هكذا كل الحاجات البيانات اللي هما حللوها لك. فبالتالي بيكتبوا لك في الورقة. بتاخد الورقة دي. تمام? اللي هي نتيجة التحاليل. وبتطلع فيها عند مين؟ عند الطبيب. فبالتالي الطبيب بيعرف انت عندك ايه. ولو هو كان يديلك قبلها علاج فبيعرف هل العلاج ده انت استجبت ليه ولا انت ما استجبتش ليه. من خلال مين؟ من خلال العلماء الخلية الورقة اللي هما دالك او التحاليل اللي هما عملوها لك. بعض علماء الخلية بيشتغلوا في الزراعة في علماء الخلية. ليهم علاقة بالزراعة بالاجريكولشر. علشان يعرفوا ايه? البلانتصولز. تو سطادي هاو بلانتصولز. ريسبونت تو ديفرنت انفيرومينتر فاكتورز. علشان يعرفوا ازاي الخلايا النباتية استجابت للعوامل البيئية المختلفة. ففي عندنا اللي بيشتغل مع الدكتورز وفيه اللي بيشتغل اصلا في حاجة تانية برضو. وهي الاجريكولشر في الزراعة بلانتصولز الخلايا النباتية. تمام? يعني صبغات الخلايا. عندنا الصلز دي الخلايا دي بيقول ان هي يعني عادة بتكون بتكون ايه? يعني بتكون كده شفافة وبتكون بلا لون. شفافة وما فيهاش لون. هي ايه دي عندنا صلز الخلايا. فبالتالي عندنا فبالتالي صحب جدا ان احنا نشوف التركيب بتاعها تحت المايكروسكوب. ليه? علشان هي يجبلي عادة بتكون بتكون كده شفافة وبغير لون. فبالتالي عندنا هي شفافة مفيهاش لون. فصعب جدا ان عندنا ان هما يشوفوها تحت المايكروسكوب. طيب وبعدين هيعملوا ايه يعني? عندنا بيستخدموا حاجة اسمها او اسمها يعني ايه يعني صبغات? الصبغات دي لو تفتكروا كده في تقريبا الحلقة الاولى اللي نزلتها او ممكن يكون الحلقة التانية. مش منذكرة بالزبط بس انا نزلتي فيها كده مقطع صغير. وكان فيها وكان بيبدأ ان هو بيحط عندنا صبغة. فكين الصبغة اللي كانوا بيحطوها. فهنا عندنا هما بيحطوا كده عندنا بيحطوا او بيحطوها علشان يشوفوا عندنا يشوفوا الخلايا. طيب هنا بيقول بيستخدموها عشان يضيفوا لون. علشان عندنا يكون تركيب الخلية يكون اكثر وضوحا. تمام? يشوفوه يعني. في طبعا انواع مختلفة جدا من من الصبغات. بيحطوه علشان يعني يعلمو او يبرزو كده جزء من الخلايا. ويجعلوها ويجعلوها تكون اكثر مرئية. زي عندنا اسمه معناها صبغة الميسيلين. معناها ايه? الميسيلين دي عبارة عن كده قلنا زي ما قلنا عبارة عن صبغة احنا بنحطها على علشان نقدر ان احنا نشوف ايه بيقول دي صبغة بتساعدك هنا بيقول يعني النواة يعني كأنها منطقة بتكون زرقاء يعني كنموذج لمن? يعني نموذج ليه اللي هو وجه الانسان او الخد بتاع الانسان تعالوا اتكلم عن هتكلم الخلايا بصورة ثلاثية الابعاد. هنا صحيح ان تستسقل العلماء بانوا او عملوا ايه? مايكروسكوب. هما عملوا مايكروسكوب ده عشان ايه? بيوضح العلماء عملوا ده علشان يوضحوا الخلايا لكن في شكل يعني شكل يعني ثلاثة الابعاد يعني حاجة كده واضحة وبرزة يعني شوفوا الاعلى وشوفوا عندنا يشوفوا عندنا كل حاجة والجوانب ويشوفوا عندنا الجزء اللي في الفوق ويشوفوا كمان طبقات الخلية. وحيثوا مايكروسكوب اللي هو مايكروسكوب اللي بيكون سري ده بياخد كده او بيلتقط الصور دي بتاعة الخلية في طبقات بيشوف كل حاجة موجودة في الصلز على هيئة ايه? في شكل طبقات. وبعدين عندنا الكمبيوتر بعدين الكمبيوتر بيحط الطبقات دي كلها مع بعضها. في النهاية عندنا بعدين اللون بيقول ان هو يمكن اضافه لتكوين الصورة. تمام? طيب بعد كده عندنا نشوف اللي بعده. ازاي الميكروسكوب اللي هو سري دي? وبسأل عنه في الامتحان. الميكروسكوب اللي هو سري دي? هم اللي بيستخدموه. بيستخدموا ايه? سري دي مايكروسكوب. الساينتست والدكتور بيستخدموه. طيب ازاي بيستخدموه? عندنا هنا قلك اني سري دي ميكروسكوب. هل بس. بيساعد السل بيجيستس. علماء الخلية انهما learn more about certain components and how cell divided. اه علماء الخلية لما بيستخدموا سري دي مايكروسكوب ده هل بزيم. بيساعدهم انهما learn more ان تعلموا المزيد عن 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 مكونات الخلية. وازاي كمان السل بيحصلها divided. ازاي الخلايا بتنقصم? عندنا كمان سري دي مايكروسكوب بيساعد كمان الدكتورز. الاطباء to treat cancer. عشان يعالجوا مرض السرطان. which is caused by cells. اللي بيسبب المسبب by cells عن طريق الخلايا. that divided to quickly. مهي الخلايا الصلز لما بيحصلها divided to quickly. بالنهاية بتفضل تنقصم بسرعة وتزداد وتنتشر في الجسم. فده بيسبب ايه? بيسبب عندنا بيسبب مرض يعني ربنا يحفظنا ويعافينا يا رب مرض اسمه الكانسر اللي هو السرطان. اقترض عن طريق سري دي مايكروسكوب. ده بيساعدهم ان هما يكتشفوا او يشوفوا ازاي عندنا بيحصلها بسرعة بسرعة ان هي بتنقصم بسرعة بسرعة. تمام? وبالتالي بيحصل عندنا الكانسر اللي هو مرض السرطان ربنا يحفظنا جميعا يا رب. فبالتالي عندنا ان والعلماء والدكتور بيستخدموا المايكروسكوب انا ازاي? لان هما بيعرفوا الكمبوننس للسلز مكاولات الخلايا وازاي السلز بيحصل لها ازاي بتنقصم وازاي ان هي بتقدر او ان هي يعني بيسبب اللي هو الكانسر وهم كمان يقدروا لما يعرفوا يعني ان الخلايا تحصلها انقصمات بسرعة. فبالتالي الجسم ده مصاب. فبالتالي هما يحاولوا ان هما يعالجوا بسرعة المريض ده قبل ما الخلايا تنقسم اكتر والمراض ينتشر اكتر في الجسم. تمام? تعالوا نشوف اللي بعده. اخر حاجة معايا تعالوا نحلها. الجهاز اللي بيسمح بنستخدم ايه عشان نعمل سبغة? قلنا بنستخدم تمام? العلماء اللي بيدرسوا الخلايا اسموهم ايه? قلنا اسموهم علماء الخلايا.